اشتركوا في القناة بأمام تحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال الفلسطينيون الذين تحدثوا هذا الوعد عن حقوقهم السياسية والطبيعية والطائفية لم نحصل لها بعد الكوى التي كانت وراء هذا الوعد وهي الكوى الاستعمارية الكبرى في أول قرد العشرين ما زالت هي هي أحد دوافع بريطانيا أنذاق محاولة استرضاء اليهود بخاصة في روسيا وأمريكا لما كان لهم من نفوذ سياسي واقتصادية وحاجة بريطانيا لذلك لدعم جهودها في الحرب العالمية الأولى لكن يبدو أن سيطرة الصهيونية ومؤسساتها على المحافل الدولية ما تزال مستمرة بل وتزداد قوة النخب المثقف هي التي تضخ الشرعية والتبرير والتفسير للاستعمار وبالتالي لا الآن للأسف نحن نطرب لمغنين ونقرأ لكتاب ومفكرين ونعتبرهم كرموز هؤلاء الرموز هم الذين ذبحونه وعد بلفور تحقق فعليا بعد الانتداب البريطاني على فلسطين وتسهيل الهجرة اليهودية وما تبع ذلك من قرار التقسيم وحرب 48 التي شردت أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم فيما تستمر الجريمة التاريخية حتى الآن أيسر البرغوثي تلفزيون وطن